اشتركوا في القناة اجنحة متعددة تعرض سلعا مختلفة ومتنوعة اولا في جناح المشروبات اشترت قاروة عصير ساعتها 3 على 4 لتر وقاروة ماء معدني ساعتها 1 على 2 لتر يعني نصف لتر وفي جناح اخر اشترت قاروة غسور للشعر ساعتها 1 على 4 لتر يعني ربع لتر اكتب ساعة كل قاروة بالسنتيلتر اول شيء 1 لتر يساوي 100 سنتيلتر 3 على 4 لتر يعني 3 على 4 من 100 سنتيلتر والتي هي 75 نضرب 100 في 3 نقسم على 4 نتحصل على 75 سنتيلتر 1 على 2 لتر يعني نصف مائة والتي هي 50 بما ان 1 لتر هو 100 سنتيلتر نصف مائة هو 50 وهنا ربع لتر يعني ربع مائة والذي هو 25 سنتيلتر ثانيا خصصت الام مبلغا قدره 750 دينار لشراء العجائن اشترت بثلث هذا المبلغ الكسكسي 2 على 5 المبلغ عجائن اخرى عين بين دينار 8 الكسكسي و8 العجائن اخرى اكتب الكسر 2 على 5 على شكل عدد 20 ما هو المبلغ المتبقي من المبلغ المخصص للعجائن لاحظوا هنا عين بالدينار 8 الكسكسي 8 الكسكسي هو ثلث المبلغ يعني الثلث 750 يعني ماذا نفعل نقسم 750 على ثلاثة لنتحصل على الثلث وتساوي 150 دينارا نعيد كتابة العمالية أفقيا ثمن الكسكسي هو 250 دينارا أما ثمن العجائن الاخرى فهي تمثل 2 من 5 من المبلغ يعني نضرب في 2 ونقسم على 5 ونتحصل على 300 كلما أعطي لي كسر بهذا الشكل نضرب في البسط ونقسم على المقام ونتحصل على الناتيجة إذن نكتب العمالية أفقيا ثم نكتب الإجابة ثمن العجائن الاخرى هو 300 دينار جزائر السؤال التالي أكتب الكسر 2 على 5 على شكل عدد 20 نحول الكسر 2 على 5 إلى كسر 20 وذلك بضرب البسط والمقام في نفس العدد والذي يجعل من 15 إذن 5 ضرب 2 تساوي 10 و2 ضرب 2 يساوي 4 4 على 10 4 على 10 ما هي إلا 0.4 ونكتب 2 على 5 يساوي 0.4 ما هو المبلغ المتبقي من المبلغ المخصص للعجائن؟ المبلغ المخصص للعجائن هو 750 اشترت الأم الكسكوسي ب250 دينارا وشرت العجائن الأخرى ب300 دينار نجمع المشتريات ويساوي 550 دينارا ثم ننقص من المبلغ الكلي والنتجة هي 200 دينار نعيد كتابة العملية أفقيا ثمن العجائن هو 550 أما المبلغ المتبقي من المبلغ المخصص للعجائن هو 200 دينار ثالثا في جناح اللعب اشترت مريم لعبة ب690 دينارا وسيارة صغيرة لأخيها ثمنها يساوي 2 على 3 ثمن اللعبة يعني ثلثي ثمن اللعبة اكتبت ثمن السيارة بالدينار لاحظت مريم أن بعض اللعب هي على شكل مجسمة تتعرف أنت عليها وسمي كل منها إذن ثمن السيارة بالدينار ثمن السيارة هو ثلثي ثمن اللعبة ثمن اللعبة هو 690 إذن قلنا عندما يعطى لي كسر بهذا الشكل نضرب في البص ونقسم على المقام 690 في 2 قسمة 3 690 في 2 يساوي 1380 قسمة 3 يساوي 460 وهو ثمن السيارة بالدينار أما شكل المجسمات للألعاب هي مكعب متوازن مسطيلات هرم مخروط أسطوانة كرة وهي موجودة هنا في الصورة رابعا استغرقت زيارة مريم وأمها للمتجر مدة ساعة وأربعين دقيقة حيث قضت خمس الوقت واحدة على خمسة من الوقت في جناح المواد الغدائية ونصف الوقت واحدة على تنين من الوقت في جناح الأدوات المنزلية والأثاث أما ربع الوقت واحدة على أربعة هو الربع ربع الوقت في جناح الألبسة وباقي الوقت في انتظار دورها أمام صندوق الدفع السؤال ما هي المدة التي قضتها مريم في المتجر؟ السؤال الثاني أكتب بالدقائق المدة التي قضتها مريم وأمها في كل جناح من الأجنحة التي زارتها نبدأ السؤال الأول ما هي المدة التي قضتها مريم في المتجر؟ ألف ما هي المدة التي قضتها مريم في المتجر؟ لاحظوا أن هنا في المعطيات استغرقت زيارة مريم وأمها للمتجر مدة ساعة وأربعين دقيقة ساعة وأربعون دقيقة هي مئة دقيقة لأن واحد ساعة يساوي ستون دقيقة زائد أربعون يساوي مئة وهذا هو جواب السؤال ألف السؤال با أكتب بالدقائق المدة التي قضتها مريم وأمها في كل جناح الجناح الأول هو جناح المواد الغذائية قضت فيها خمس المدة يعني واحدة على خمسة قلنا عندما يعطى لي كس نضرب المدة أو نضرب القيمة المعطاة في البسط ونقسمها على المقام يعني مئة قسمة خمسة يساوي عشرون مئة في واحد يساوي مئة على خمسة يساوي عشرون دقيقة وهي المدة التي قضتها مريم وأمها في جناح المواد الغذائية أما جناح الأدوات المنزلية والأثاث فقد قضت نصف الوقت واحد على اثنان نضرب في البسط ونقسمها على المقام مئة في واحد يساوي مئة على اثنان يساوي خمسون خمسون دقيقة هي المدة التي قضتها مريم وأمها في جناح الأدوات المنزلية أما في جناح الألبسة فقد قضت ربع مدة يعني نضرب في واحد ونقسم على أربعة آسفة هنا نسيت أن أكتبها العملية أفقيا والإجابة قضت ربع المدة يعني نضرب في واحد ونقسم على أربعة ونتحصل على خمسة وعشرون دقيقة والمدة الكلية التي قضتها مريم وأمها في كل الأجنحة هي عشرون زائد خمسون زائد خمسة وعشرون جناح المواد الغدائية جناح الأدوات المنزلية والآثاث جناح الألبسة يساوي خمسة وتسعون دقيقة الآن نعلم أن المدة الكلية التي قضتها مريم وأمها في المتجر هي مئة دقيقة خمسة وتسعون منها قضتها في الأجنحة أما باقي الوقت فقد قضتها مريم وأمها في انتظار دورهما أمام صندوق الدفع ماذا نفعل؟ المدة الكلية ناقص المدة التي قضتها مريم وأمها في الأجنحة يساوي مدة انتظارهما أمام صندوق الدفع يعني مئة ناقص خمسة وتسعون يساوي خمسة قضت مريم وأمها خمس دقائق في انتظار دورهما أمام صندوق الدفع وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك والزر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته